موسيقى فلنأخذ بضع دقائق ونتحدث عن واقع العالم الذي نعيش فيه اليوم لا أفضل أن أنظر إليه أفضل أن أدرس الكتاب المقدس هناك إغراء كبير للاختباء في الطريقة التي نقرأ بها كتبنا المقدسة نحن مستقيمين في التفسير وأراؤنا مناسبة ووعظاتنا مقبولة حتى نتمكن من أن نلقيها بطريقة عامة دون إساءة لأحد ويبقى كل ذلك نظريا لكن الإيمان لا يقصد به هذا يجب أن نعيشه في الحقل الموحل الذي نعيش فيه جميعا والأمر محرج وغير مريح كان يمكن أن يعيش يحن المعمدان حياة أطول لو لم يتحدث وكان يمكن أن يقضي بولوس وقت أقل في السجن إذا لم يتحدث عن الأحداث الجارية لن يكون لدينا أنبياء لأن رسالتهم كانت عن الأحداث الجارية الكثير من المزامير ستختفي لأنها تناولت ما كان يحدث بالفعل ليكن طريقهم ظلاما وزلقا وملاك الرب طاردهم إن هذا كلام صاحب المزمور هذا دليل عبادة لكننا نعيش في موسم من التغيير وعدم استمرارية شديدة وانفصال عن الماضي لنفكر في الأمر في اتجاهين هل ما نشاهده هي ثورة أم أنها مجرد تطور هناك فرق يعرف قاموس وابستر التطور بأنه عملية النمو والبناء ومن ناحية أخرى يتم تعريف الثورة على أنها تغيير جذري أو كامل وإعادة توجيه أساسية أيهما نشاهد؟ الثورة تعني التحول وتغيير الاتجاه بالكامل وهذا يعني أن التغيير المطلوب مهم جدا إنه أمر واضح للمشاهد العادي من المريح التحدث عن التغيير التطوري وهو يعني أن كل شيء مخطط له وتحت السيطرة ويمكن التنبؤ به فالفراشة ليست مجرد يرقى محسنة إنها مخلوق جديد وبالمثل فإن الثورة ليست مجرد سلسلة من الخطوات التطورية التي ترتبط ببعضها إنها انفصال عن الماضي وعدم استمرارية وأؤكد أننا شهود على ثورة سأعطيكم لغزا يمكنكم اكتشاف ذلك بدون مجهود هل تستطيعون العثور على الأشياء المتحركة؟ بين لعبي الكرة المحترفين الحليب أقصد حويات الحليب الشاحنات القلابة المراهقين فناجين القهوة مناشف الحمام الأقدام مشبك الورق الأبقار البطون العيادات الطبية والجراجات جميعهم يشتركون في شيء واحد على الأقل كل واحد أكبر بكثير مما كان عليه قبل سنوات عديدة كلهم أكبر بشكل يمكن قياسه مما كانوا عليه متجر وسط المدينة صيدلية الحي شاشة السينما المتجر العدد اليدوية طبيب الأسرة مع عيادته بقالة الحي تم استبدال كل هذه الأشياء ولكن تلك التغييرات استغرقت عقودا لإنجازها هذا لم يحدث خلال شهر أو سنة لقد استغرق عقودا بتغييرات تدريجية وإذا كان لديكم سنين من العمر مثلي فقد شاهدتم تغييرات كثيرة تلاشا التغيير الثوري مختلف فكر فيما رأيناه منذ عام 2020 تعلمنا أنماط جديدة للتسوق لأشهر عديدة قيل لنا لنستطيع الخروج للتسوق لأن هذا خطر جدا فيمكن توصيل البقالة إلى منازلنا ستوصل مواقع التسوق الإلكتروني كل شيء ويمكن أن نثق فيهم أكثر من بريد الدولة تخيل سيأتون عدة مرات في اليوم لقد حفظوا الطريق لمنزلنا المعلومات مصادر المعلومات الموثوقة الثورة القنوات الفضائية الجديدة المنتشرة لفترة طويلة جدا كانت هناك مساحات محددة لتوزيع المعلومات وبث الأخبار نيويورك تايمز الصحف الرائدة لقد استخدمنا وسائل التواصل فيسبوك وتويتر ومنصات أخرى إنهم يعبرون عن قوة هائلة ويعترفون بنياتهم وعادتهم في فرض رقابة على المعلومات وليس الإبلاغ عن الأخبار لا لن أعطيك وجهتي النظر إذا لم يوافقوا على رأي سيزيلونه ويعتبرونه معلومات مضللة والرأي النهائي لهم رأينا المنظمات الوطنية التي أمضينا عقودا ننظر إليهم بثقة ونتخيل أنهم كانوا يتصرفون بإخلاص في توزيع نفوذهم ولكن كانت هناك انحرافات واضحة شاهدناهم يعانون تراجع في المصدقية إن لم يكن هناك انهيار كامل هناك منظمات عالمية معروفة تضم الكثير من الدول نحن على شفى حرب عالمية وندرا ما نسمع تلك المنظمات ومن الصعب أن نتخيل أنهم بلا دور مركز السيطرة على الأمراض ألا تجلسون في انتظار أن يساعدون على فهم الواقع؟ شاهدنا المنظمات الأمنية يتم تسييسها وتحويلها إلى سلاح لتحقيق مكاسب شخصية أو فردية لقد كان لدينا منظمة للعدل كبيرة وكنا ناثق أنها تراقب الحريات المدنية لا تضحك هذا غير لائق لقد حدث بسرعة الرقابة وكسر القوانين والتفكيك المتعمد لاستقلال الطاقة ورفض تأمين حدودنا كأمة والملايين من المهاجرين غير الشرعيين والتخلي عن قوتنا كما حدث تمرض صارخ ضد فكر الله الذي كان يعرف ثقافتنا وكان يكون نسيج مجتمعنا وتعرفات الأسرة والزواج وأيضاً رفض الاعتراف بجنسنا البيولوجي كل هذه الأشياء موجودة بوضوح طرق قوية جداً ومتكررة وروتينية في حياتنا والتي لم تكن في الماضي القريب جداً استجابة طبيعية ويمكن التنبؤ بها لعدم استمرارية مهمة أتريدون أن تعرفوا أن الاستجابة الأكثر اتساقاً للتغيير هي شديدة وعميقة وشاملة؟ إنه إنكار بالفعل عندما نسمعها في العبيد العبرانيين يصير التشخيص أسهل نريد الرجوع لمصر هل الطريق إلى مصر لم يكن مفتوحاً؟ أعتقد أنه لو كان هناك موكب للعبرانيين أمام قصر فرعون كانوا سيتم تزويدهم بالمؤن ماذا تعتقدون؟ لم يتم فقط إزالة الطريق للرجوع بل تم تدميره ولكن بدلاً من التعامل مع التغيير والتعامل مع الله الذي كان أمامهم والدعوة التي كانت لهم لقد تم أسرهم في صخطهم كان من الأسهل إنكار ما يحدث لا نريد أن نفكر في الأمر أحياناً نضل عندما نتحدث عن المسيحية أو تبعية المسيح الهدف من هذه العلاقة مع يسوع أن تجلب الحرية لحياتنا ولا يريد أن يحدك أو يقللك أو يأخذ منك شيئاً يسوع يجلب الحرية وهذا هو الهدف من هذه الدراسة أن تتحرر من القلق يسوع قال لنا بشكل مباشر لا تقلق قد تساعد دراسة أصل الكلمة لا أفعل هذا كثيراً لكن هنا قد يساعد التعبيرات الرنانة في أصل الكلمة في الإنجليزية القديمة الكلمة تعني يختنق وفي الإنجليزية الوسطى تعني الإمساك بالحلق مثلما يمسك الذئب بالخروف من حلقه عندما يهاجمه بحلول القرن السادس عشر تم تقلصها لتعني المضايقة أو الهجوم وفي تعريفها الحالي القلق هو الشعور بالهم والاضطراب وعدم الارتياح ولكن أحب هذا التقدم لأن تأثير القلق الحقيقي على حياتك أو حياتي يطبق على حلقنا يشنقنا ويخنقنا ويقلل من فاعليتنا ويختازل وعينا بعالمنا يمنحنا مشاعر غامرة بما يمكن أن يكون ويحجب حقيقة أين نحن ومن نحن قرأنا في متى ستة تعليق يسوع عن القلق أربع مرات في النص يفحص تمسكنا بالقلق فيقول لا تفعل ذلك لا تهتم بما تلبسون وما تأكلون ولا بما تشربون ولا أين تعيشون هو لا يقول إنها أمور ليست هامة في حياتنا بل إن القلق بشأنها غير لائق وكثيراً ولا سيما المتدينين منا يمكننا تبرير قلقنا وخوفنا وانشغالنا فنقول نحن نفعل أمور الرب أمور كثيرة نغطيها في طلبات الصلاة بالاهتمامات الكتابية ونغلفها في تعبيرات مستخدمين كل أنواع الكلمات الروحية والواقع هو أننا غير مهتمين بملكوت الله نحن ندفع بأفكارنا ونغلفها بكل أنواع اللغة الهدامة هذا أفضل سيناريو للقلق الأسوأ سيضعف إيمانك وسيجعلك غير مثمر تذكر مثل الزارع يسوع تكلم عن زارع خرج ليبذر ووقعت البذار على أنواع مختلفة من الأراضي لقد تكلم عن نوع من الأراضي في متى 13-22 يقول الكتاب والمزروع بين الشوك هو الذي يسمع الكلمة وهم هذا العالم وغرور الغنى يخنق عن الكلمة فيصير بلا ثمر هذا تعرفون عن القلق يمكنه أن يخنق تأثير كلمة الله وهذا يحذرني إذا أعطيت للقلق مكانا في قلبي إذا رعيته ونميته ولم أنتبه له ولم أتعامل معه فإنه سوف يخنق تأثير كلمة الله هذا لا يمكننا تحمله وإليك دعوة يسوع أخبرنا بالحق قال لا تقلق ويجب أن لا نقلق وإن اخترنا أن نقلق فقد اخترنا أمرا غير لائق وأفضل علاج كتابي لذلك هو التوبة سأختم وأرجو أن تصلي صلاة معي لنتوب فقط أعطينا القلق مساحة في قلوبنا ووقتنا وحياتنا مستعد لنصلي أبانا أشكرك من أجل كلماتك نقبلها لأنها الحق أشكرك على الطريق الذي تفتحه أمامنا للسلام والحرية والرجاء والفرح نريد أن نتوقف ونقول آسفون ولنتوب اغفر لنا لأننا تسلمنا زمام حياتنا وكنا نقلق حول أمور وقتية ملأت قلوبنا وأيقظتنا بالليل وقلصت من علاقتنا بك نتوب عن ذلك اغفر لنا وفي توبتنا لا نقبل غفرانك فحسب بل سيادتك على حياتنا يا روح الله ساعدنا أن نسير في الطريق الجديد في اسم يسوع آمين من المهم أن نعرف الاتجاه الحقيقي هذا ليس عميقا بشكل خاص لكنه مهم نقطة ثابتة توجه نفسك منها وجود نقطة الحقيقة التي يمكن اتخاذها لبداية الطريق والتي تصف الفرق بين أن تكون مدفوعا بعاصفة والتنقل في عاصفة يمكن أن تقاد أمام عاصفة وتكون وجهتك غير مؤكدة والنتائج غير معلومة أو يمكن الملاحة خلال عاصفة ولكن للملاحة خلالها عليكم أن تفهموا الاتجاهات الصحيحة أؤكد لكم أن حق الله هو تلك النقطة التي توجهنا هناك حق موضوعي هناك حقيقة يمكن معرفتها هناك صواب وخطأ وهناك أصوات قوية اليوم ليس فقط بسبب نفوذهم السياسي الذي يملكونه أو المشاهير الذين يتحكمون فيهم أو المنصات التي يسيطرون عليها ولكن هناك رسائل تجادل بأن كل الحق متغير وشخصي وبالتالي لا يوجد حق مطلق لأنها كلمة متغيرة صحيح أن التجربة الشخصية يمكن أن تعرفكم رحلتكم ويمكن أن تجلب لكم التعاطف والفهم وتمكنكم من إظهار الرحمة بالآخرين وجدت ذلك في حياتي عندما انهارت حياتي وكان هناك ألم أصبحت شخصا أكثر تعاطفا مع الأشخاص الآخرين في ذلك الوقت لم أكن ممتنا للتجربة ولكن بعد ذلك كنت في غاية الامتنان لقد جعلني عنصرا أكثر فاعلية في مقاصد الله في حياتي ولكن هذا لا يغير حقيقة أن هناك حقا موضوعيا وحقيقة يمكن معرفتها عندما أجرى بيلاتوس مقابلة مع يسوع سأله بيلاتوس ما هو الحق لقد قبض عليه في ظروف سياسية صعبة وفهم أن يسوع بريء لكن فهم أيضا أن أصحاب السلطة في القدس أرادوا إعدام يسوع وإذا أطلق سراحة فسيتحم العواقب لتعطيل أصحاب السلطة وكان موقفه صعبا ومع ذلك إذا حكم عليه بالموت لديه القدرة على فعل ذلك وفي الحقيقة لا توجد أي أصوات معارضة ولكن سيكون لديه ضمير متعب بالحكم على بريء بالآدام تخيل موقف بيلاتوس لو كان لديه شجاعة للقيادة تخيل الفرق ربما كان سيتم عزله من منصب الحاكم الروماني وكان من الممكن أن يكون المدافع عن ابن الله قد تقول إنه كان يحقق مقاصد الله هذه استجابة غير مكتملة الأمر كان يتطلب شجاعة لقد كان فلاسفة الغرب يتصارعون مع ذلك السؤال حول الحق وأؤمن أن الكتاب المقدس يعطينا إجابة ليست بسيطة ولكن ليس من الصعب فهمها هناك ثلاثة محاور يعطيها لنا الكتاب ليساعدنا للتعرف على الحق وتحتاجون أن تعرفوهم لن يكونوا مجهولين لكم ولكن الدرجة التي تعتمدون عليها والدرجة التي تسمح لهم بتوضيح مسار حياتكم سيساعدكم على فهمها طواعية المحور الأول يسوى في يحنى أنا هو الطريق والحق والحياة ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بي ليست هناك طرق كثيرة يسوى هو ابن الله المتجسد إما إنه سيد حياتك أو لا هذا مهم عندما تتحدثون للناس عن يسوى ليس فقط لتحاولوا تشجيعهم للحضور للكنيسة عندما تستخدمون تأثيركم وتتحدثون وليست مجرد محاولة لتشجيعهم ليعبدوا معكم وإن مصيرهم على المحك حياتهم الأبدية على المحك هل تعرفون يسوع ما رأيكم فيه هل تحدثتم عنه هل تعيشون أمامهم بالطريقة التي تجعل إيمانكم جذابا لهم أم أنه مكروه لهم أنا هو الطريق والحق والحياة ليس أحد يأتي إلى الآبي إلا بي وأعرف أن هذا ليس مقبولا ثقافيا ومن المأساوي أن العديد من كنائسنا ابتعدوا عن ذلك وطوائف بأكملها الأمر ليس للتفاوض الجزء الثاني في يحنى 17-17 يسوع قال قدسهم في حقك كلامك هو حق هذا هو المحور الثاني وهو التأكيد أن كلمة الله هي الحق هناك إعلان عن شخصية الله وطبيعته في كلمته ولا يمكنكم الحصول عليها بأي وسيلة أخرى لهذا السبب تستحق قراءتها يستحق أن تتأمل فيها أكثر قرأتها أكثر من مرة وفي كل مرة أشعر بالحرج أقصد وضعت علاماتي في الملاحظات في هذا الإصحاح ولكن أؤكد أنني لم أرى ذلك من قبل وأنا أعتبر قارئ متوسط كلمة الله تحتاج إلى وقت معها وليس إلى أن تكون مرهقا فإن كان الكتاب مملا بالنسبة لكم وتفضلون مشاهدة التلفزيون تحدثوا مع الرب عن ذلك قولوا له الحق قولوا أعلم أنني يجب أن أقرأه لكن هل يمكنك وضع بعض الصور فيه؟ هل كان علينا أن نحصل على كل هذه الأنساب؟ إذا أخبرتموه بالحق سيبدأ في إعطائكم الجوع أجد أن نقاط الانضباط في البداية عادة ما تكون غير سارة إذا لم تمارسوا الرياضة وقررتم بدء ممارستها لن تصبح ممتعة إنها أمر متب سيحاول بعضكم استبدال الرياضة بملابس جديدة إذا كنتم غير الرياضيين وحصلتم على ملابس جديدة سترتدونها وتبدأوا في الشعور وكأنه على الأقل أبدو رياضيا قليلا لكن في الأيام الأولى من بداية الانضباط الجديد تكون صعبة جدا أجسامكم تشتكي وعقولكم تشتكي عندما تنتهي من ممارسة الرياضة وبعد أيام أجسمكم تشكو ستفكرون ألا تفعلوها ثانية هذا مثال بسيط حدث لنا جميعا والانضباط في أخذ الخلوة مع الرب ليس سهلا فعندما تبدأ لن يأتي لك سريعا الإعلان أو البصيرة أو الفهم إذا نميتم هذه العادة وقضيتم أوقاتا مع أشخاص يستطيعون أن يقضوا وقتهم مع الله وإذا كان الأشخاص الذين تقضي وقتك معهم لا يهتمون فهناك الكثير من الأشخاص يطلق عليهم مسيحيون لكن لا يهتمون بالعلاقة مع الله أتحدث عن زوجين لديهم عادات وممارسات لطلب الرب ويتصرفون بطرق تعكس ذلك قم بضم بعض هؤلاء الأشخاص في وقتك إذا كنتم ستتعلمون الصيد ستقضون وقتا مع أشخاص يستطدون وهكذا ستقضون وقتا مع الأشخاص الذين لديهم الخبرة إذا كنتم تقضون وقتا مع أشخاص لا يحبون الصيد فلن تستطيعوا ممارسته الآن لدينا عنصرين يسوع وكلمة الله في يحنى يقول وأنا أطلب من الآب فيغطيكم معزيا آخر ليمكث معكم إلى الأبد روح الحق الروح القدس واحد من المحاور الثلاثة لمساعدتنا في مواسم الاضطراب الهائل وعدم الاستمرارية عندما يكون كل شيء في دوامة والعواصف شديدة كيف يمكنكم الحفاظ على توازنكم والعيش ليس من السهل لهذا السبب نسميها عصفة إنها مربكة لذا نسميها عدم استمرارية والواقع الحقيقي إن هذه ليست أشياء سهلة لكن التمسك بيسوع وكلمة الله والروح القدس ستقودكم إلى الحق وتبقيكم بعيدا عن الخداع وأفضل خداع الذي يكون لديه مكون من الحق أو جزء منه جلست في الكنيسة قرأت في سفر المزامير لكن هذه الممارسات وحدها لا تحميكم من الخداع بالفعل الشعب الذي رفض دعوة الله وماتوا في البرية وكانوا يأكلون المن على الفطور إنهم يتحدثون إلى موسى وخرج يشوع وكالب من الأرض كانوا يعرفون أنها أرض تفيض لبنا وعسلا لكن غالبية الأصوات كانت تقول لا نريد الذهب إليها غالبية الرسائل لن تشجعكم على أن تعيشوا لله علينا أن نعترف بهذه الحقيقة المحرجة من هم أبطالكم إلى ماذا تستمعون وماذا تعتقدون وما الذي تسعون إليه هناك معركة من أجل قلبي وروح الأمة ولدينا دور تلعبه الكنيسة أنظمتنا التعليمية حيث تتم تسليم قيمنا من جيل إلى آخر وأفهم أنه يجب أن تكون الكنيسة لكن نسبة ضئيلة ممن يحضرون الكنيسة ونسبة أقل يحضرون للكنيسة بانتظام وجزء بسيط منهم مطيع هذه حقيقة لدينا خبرة كنسية كافية لمعرفتها ليس علينا التهرب وأنا لا أقول هذا للإدانة ولكن نظام التعليم العام تم تصميمه لكي ينقل قيمنا من جيل إلى جيل آخر وكنا غير مبالين للغاية وكنا قاسين ومتراخين ولم ننتبه وفي وقت الوباء شاهدنا ما كان يحدث في الفصول الدراسية وصدمنا جدا إنه مخاذ بعض الشيء إذا مررتم بعملية التعليم العالي فأنتم تعرفون ما تم تدريسه في الجامعة منذ عقود إنه شرير هذه معركة حول أمتنا وكيفية فهم عائلتنا صمم الله العائلة فكانت فكرته لقد كانت أساس البناء وحجر الزاوية للحضارة الغربية كل الأشياء التي استمتعنا بها والتحضر الذي عشناه ليس مثاليا نحن ضعفاء ولكن كانت أفضل من البدائل وقد شاهدناها في فترة زمنية سريعة للغاية في إعادة تعريف للأسرة وإعادة تعريف الزواج والآن أضافوا إلى تلك التحديات كيفية الاحتفاظ بالسلطة ما هو العامل المحدد؟ هل سيكون دستورنا في أمتنا أم ستكون مطالب الغوغاء؟ لا يمكن تحمل أن يكون لدينا قادة لا يفرض القوانين إذا لم يفعلوا فنحن بلا حماية ها هي الخلاصة الحل النهائي هو الروحي نحن لسنا عاجزين علينا أن نبدأ في القيادة أمام الله العبريين لم يكن لديهم القدر على التغلب على فرعون وجيوشه ولا الخبرة العسكرية للتغلب على المدن الكنعانية لم يكن لديهم القدر على شق البحر أو وقف مياه نهر الأردن لقد كانوا فقط لقد كانوا شعب الله وتلك العلاقة الفريدة هي التي ستحدد احتمالات مستقبلهم نحن شعب الله وتلك العلاقة سوف تحدد مستقبلنا أكثر من جنسياتنا أو جواز سفرنا أو التجارة الدولية أو الاحتياطي النقدي أو مجلس المدرسة أو اتحاد المعلمين الكنيسة ليست عاجزة يجب أن نكون مستعدين للقيادة بشكل جيد في مجالات تأثيرنا يجب أن نتحلى بالشجاع لقول حق الله في أنظمة عائلتنا لا يمكننا التصرف بطرق شريرة ونتوقع من الجميع أن يكونوا أطقياء يا له من خداع إننا حقا لا ننتبه لمحاور الحق نحن بحاجة إليهم التحدي الذي نواجهه ليس الفساد أو شدة الشر إنه التناقض واللا مبالا من المؤمنين كنا نائمين النوم جزء طبيعي من دورة الحياة لكنكم لا تريدون أن تناموا طوال حياتك هذه غيبوبة حينها ستكونون غير مدركين وغير مهتمين ولكن يجب أن نكون قلقين ونشارك ونكون على دراية لا أحب التفكير في ذلك الأمر آه أنا آسف الرب يبركك يبدو الأمر مشابها لجيل الخروج لا نحن نبدو كالجراد إننا أمة ذات تراث مسيحي لقد انتهى وقتي لكن هذه حقيقتنا إن إحدى طرق فهم تاريخنا كأمة هو بتحرك روح الله يسمونها الصحوة الكبرى الأولى حدث ذلك قبل أن نصبح أمة وذلك في الغالب بين أولئك الذين كانوا في الكنيسة كان هناك تغيير في مواقف الأشخاص الذين شغلوا الكنائس غيروا تقوصهم ومواقفهم تجاه التقوى والوعي الذاتي الخاص بهم وكان لدينا تحرك آخر للروح في القرن التاسع عشر وكان اسمها النهضة وكان قادتها الأنبياء الفلاحين لأنهم لم يكونوا أشخاصا ذوي قوة أو نفوذ مثل كثير من الخدام الذين خدموا في مناطقهم المحلية بقوة وتضحية ولا تزال نتيجة ذلك ذات تأثير كبير في المنطقة التي نعيش فيها ولكن نتيجة حركة الروح هي إلغاء العبودية وحرب أهلية كبيرة هناك ملخص متبقي لكن هناك أيام أخرى قفوا معي دعونا الآن نصلي هذه الصلاة تمان دعونا نختتم بالصلاة يا إلهنا القدير نحن نصلي من أجل قادتنا لجميع من هم في السلطة علينا وجه خطواتهم واحفظنا من الخداع بقوتك العظيمة وحكماتك ثبتنا كشعب له قلب مرتبط بالله أيقظ الأشخاص إلى أهدافك وقوتك افتح عيوننا لنرى وقلوبنا لنستقبل كل ما لديك بالنسبة لنا أنت قوتنا وحمايتنا أنت وحدك تستطيع تأمين مستقبلنا فيك وضعنا ثقتنا ليرتفع اسم يسوع ويتعالى في جميع أنحاء الأرض في هذا الجيل آمين الرب يبرككم شكرا لمتابعتك لبرنامجنا خدمات ألين جاكسون أصلي أن تكون هذه الحلقة سبب بركة لحياتك يمكنك متابعة كل الحلقات من خلال موقعنا الإلكتروني www.malakotsad.com أو www.kingdomsad.com ومن خلال التطبيق kingdom-sad إذا كانت لديك أسئلة عن هذه الحلقة أو عن الإيمان المسيحي أو إذا كانت لديك طلبة صلاة تواصل معنا info at malakotsad.com وعلى whatsapp و viber plus 1-404-851-4921 والرب يبركك اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر